ومعنا كمان رز صيادية ولكن الرز الصيادية النهاردة بمدرسة المغازي واخد الزبيب والجزر أكيد السكريات بتاعة الزبيب اللي هو العنب البنات في الأسط مع سكريات الجزر اللي اتنين بيتحدوا مع كرملة البصل المصري من خير أرضنا هدينا رز صيادية طعمه لطيف وجميل الرز الصيادية بمدرسة المغازي له كواعد في حاجتين البعض بيحمر سكر كرامل وياخد لون الكرامل يديه للون الرز الصيادية يعني يبقى الرز الصيادية بلون الكرامل أنا ضد الفكرة ديه والمدرسة دي ليه مغازي لأن السكر الكرامل بيمرر الرز بتاخد معلها والتانية وتبقى من على الصفرة وتقول أنا شبعت ولكن نعتمد على تحميل البصل وإشرة البصلة ويا داخل ما بين البصلة وإشرتها ينوبك شوية رز صيادية هو ده تعالوا مع بعض يا نعم المادير على الشاشة مادير الرز الصيادية إشرة بصل أحمر من خير أرضنا بصل توم كمون كزبرة رز مصري وما يتعاملش غير بالرز المصري خلي بالكم أنا بقى الإضافات بتاعتي وده اختياري شوية جزر مبشورين شوية زبيب حلوين بقيين عندنا من الشهر الكريم مع أن الأيام المباركة دخل علينا وأنا واسق وكل الصقة أني عندنا حاجات من رمضان اللي فات ما زالت في الدراج بتاعة التلاجة أو في الدراج المطبخ وما لقيت معجون طماطم ومن الزبدة قليل من الزبدة وما ننساش طبعا الفصان التوم والبصل ولكن أنا بيعجبني اللون الفسفوري اللي غلب على لون الشربة سكان لون الجنبري مع لون الكابورية مع لون الكاليمارية الحلوة والسبك الفليه مخرجنا بيقول لقلب الحلويات دي كده ووريني شفت الحلوة دي هو ده أول ما بتفور معاك كده أعرف أن هي جاهزة عايزة بقى لإيه الوقفة تقدر تعملي هنا طاجن سيفود هياخد شوية فليفلة مع معجون طماطم وعملت طاجن سيفود طبعا أنا عايزة طاجن سيفود أبيض هتحط كريمة لباني مع معلاتين ديق ونشا وأصبح طاجن سيفود أبيض أو أحمر بإضافة برضو السوس الطماطم شربة سيفود وهكذا وهشغل مع بعض عايزة أعمل مكارونة بالسيفود هتاخد حليب وتبقى هنا نحط عليها الاسباكيتة أو البنة وبقت مكارونة بالسيفود بنا أو اسباكيتة اختياري أنا بديكي التفاصيل وبديكي الصورة مفتوحة تقدر تشكلي منها اللي أنت عايزها السيفود بيغلي معنا في حلة صغيرة هنا هنشيلها علشان ولادة بيعزم صحاب وبعد إحنا ما بيتغدى تكون عندنا جاهزة بنفس الطعم بنفس المزاك موجود على جنب حلو الكلام هنبدأ نشتغل في الرز أول حاجة الرز حمرتله البصلية حتى طلعها التوابل بتاعتها كمون كزبرة شوية شمر نعمين وما هو الشمر يا عم الشيف الشمر بزور الشبت المفرومة النعمة البودر اللي عاملة زي الكمون بنجيبها من عند الراجل العطار في وسط البلد عندنا بييجوا الأجانب يعملوا زيارة لوسط البلد عند مدرية أمن القاهرة وياخدوا الحاجات دي من وسط البلد ياخدوها يعملوا بقى لأكل الطعم المصري الأصيل خلي بالكم شفت البصلية الحمرة الحلوة ويشر البصلية ادتني لون إزاي وأبدأ حمر الرز مع التفاصيل دي ونقلب لغاية لما الرز يشرب الطعم بتاع الكزبرة والكمون وحمر البصلة والقرن الفلفل الرايح جاي ده كمون كزبرة بابريكا ممكن تحط شوية كركم ده اختياري ولكن حزاري من مدرسة إنك تحمر سكر وتعملي برز صيادية أول حاجة هيعمل مشاكل مع الناس اللي عندها القلون أو الحموضة هتحرمي جوزك وأولادك وديوفك إنهم يستمتعوا بأكلة سمك حلوة تب تعبانة في الشربة وتعبانة في البور السنجاري أو البور الزيت واللمون وشوية الرز هما اللي بوازوا الموت ويبوازوا المزاج على الصفر خلي بالك شوية الرز حلوين إزاي؟ أه فاكرين ولا نسين الشربة الحلوة اللي عندي اللي فيها غطيان الكابوريا فيها كرفس فيها بصل فيها توم باخد كل ده عمشي بدي شربة جاهزة عندي بتغلع النار بتبقى جاهزة عايزة تزاود الشربة أهلا وسهلا هتعملي منها الرز أهلا وسهلا ننزل بالجزر كده نص الكمية وأنا أحتفظ بنص الكمية التانية أقول لحضراتكم ليه حالا دلوقتي ونقلب كده أهو خلي بالك السكريات الجزر لأن الجزر غانب السكريات زي الزبيب كده الاتنين لما يجمعهم رز مصري مع توابل شرقية كمون كوزبرة فلفل شوية ملح الطعم هنا جنان وعجبنا قوي صوت الشربة هوا بتغلع على النار آه سيفود نقلب كده زي الفل يعم الشيف كل اللي أنا هعمله دلوقتي هصف الشربة على الرز وأنا شغال آه بسم الله الرحمن الرحيم يلا بينك كفاية كده ولا نزود قولي أنت بق عينك الحال وأقولي كفاية شربة آه تمام ونقلب لأن الرز هنا اتغسل مرة واثنين وتلاتة وصفنام المياه كويس فمش هياخد سوايل كتيرة يعني كوباية الرز تاخد كوباية ونص من الشربة آه وأقلب كده زبط الملح خليك فاكرة ووه تحطي ملح على الشربة اللي أنا عملتها في البداية خليها بريئة من الملح وبريئة من التوابل شربة بيضة تشكلها زي ما أنت عايزة أهلين قالوا ايه اتقل على الرز لما يستوي أنا نغطيه بالشكل ده كده ونسيبه يستوي زبطنا الملح زبطنا البهارات هنغطيه ولنا وقفة معاه بعد ما نلاقي المياه بتاعته نشفت ايه الواقفة عمشيف معانا زبيب وجزر اه هناخد الزبيب والجزر ده كده مع قليل من الشبط وشوية بقدونس حلوين شفت التركاب بتاعت المغاز بقى دي مهمة جدا على فكرة ونقلبهم مع بعض جزر زبيب بقدونس شبط هنحط على وش الرز بعد ميته ما تنشف عشان لما نغرف الرز عمشيف نزين الرز الصيادية بالحلويات دي حابب تطلع فاصل مخرجنا الجميع يلا بينا نطلع فاصل ولكن حابب أطلع فاصل من عند الحلويات في قلب الحلة شرب تسي فود أنا بسطاد منها الزعتر والروزماري اللي كنت محماره مع البصلة خالص خلاص مش عايزه شايفين الجنباري مع الكابوريا مع الجندوفلي مع كل حاجة حلويات بيتنافسوا على الطعب هتعملها بالكريمة والله حامري عمشيف المفاجأ خلونا بعد الفاصل أو أتروحوا بعيد تابعوا